يبدو أن الحدود البحرية المشتركة بين تركيا واليونان لن تتراجع سخونتها مع انتهاء فصل الصيف صور التقطتها مصيرات تركية لما قيل إنها عملية إنزال مدرعات أمريكية المنشأ على جزر يونانية منزوعة السلاح في بحر إيجة أثارت حفيظة تركيا لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي كافيان لرفع اليونان إلى مستوانة لكنهما يكفيان لجرها إلى مستنقع إن استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها وعلى من يستخدمهم مطية تصريحات أردغان الحادة جاءت بعد وقت وجيز من إعلان الخارجية التركية تقديم مذكرة احتجاج إلى واشنطن واستدعاء السفير اليوناني في أنقرة لتوبيخه على خلثية إنزال 51 مدرعة على جزيرتين منزوعتين السلاح بحسب الاتفاقيات الدولية الردع والاحتماء بأمريكا بهذا فسرت المصادر التركية التي نشرت الصور تعمد اليونان نشر الأسلحة الممنوحة من واشنطن في الجزر القريبة من تركيا متهمة إياها بعدم التجاوب مع دعوات الحوار وعدم حضور الاجتماعات المتعلقة بتنظيم وضع الجزر المتنازع عليها أردغان أيضا هاجم ما سماها الأطراف الداعمة لأثينا إذ تعد هذه من المرات القليلة التي تحتج فيها أنقرة احتجاجا مباشرا لدى واشنطن بشأن يخص اليونان في الجانب الآخر من المياه الساخنة كان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوك تاكيس قد غرد باللغة التركية عبر حسابه في تويتر قبل يومين بقوله إن بلاده لا تهدد تركيا وليست عدوة لها وتولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة الثنائية لكن هذه التصريحات سبقها خطابه في الأمم المتحدة اتهم فيه تركيا بانتهاج سلوك عدائي تجاه اليونان بناء على ادعاءات خاطئة إرث تاريخي بين البلدين نتج عنه ملفات خلاف مزمنة أبرزها ترسيم الحدود البحرية وحقول الغاز وقطية قبرص عوامل لا تساعد على الهدوء في محيط البلدين خصوصا مع استمرار مأساة اللجوء عبر البحر نحو الجزر اليونانية واستمرار النزاعات الدولية